انا اليوم اول مرة بتعرف على ريان وجلوش بسمع عنه بتابعه ومعجبه فيه كتير وكنت ناطرة نهار انه نلتقي ويعمل معي هيدا الحوار الحلو فعلا حوار زكي سريع وانا بطبعي ما بحب حضر الاسئلة وهيدا اللي حبيته انه هو قال لي انا ما بعت الاسئلة قلت له انا ما بحب حضر اسئلة كتير مبسط بالمقابلة مع ريان انا بتمنى له دايما توفي وتلقائيته وعفويته هيدا اهم شي واحلى شي فيه حضرونا بالحلقة على يوتيوب ريان حايق موسيقى ورد ريان بيناتنا اليوم ورد بحياتها مبسوطة انحمد الله ايه مكتفية يعني امت ان لوصلت لهذه القناعة انه لازم يكون مكتفية لكون مبسوطة ام مش يعني مش من جديد من زمان ام ويعيش اللحظة بلحظتها وينبسط بالنعم اللي الله عطي إياها للإنسان خلينا نرجع شوي للطفولة كان عمريك 14 سنة لما توفى والدك إدي حسيت بفراغ بهذه الفترة كتير كتير كان أول صدمة بحياتي وأخذت وقت لحتى هكي أرجع هكي متل ما بقولوا وقف عجرية كتير كتير حسيت بفقدين كبير وكأنه شقفة راحت كتير مهمة بحياتي وبحس بيغيبه كتير يعني بيشتعله بفكر فيه بحلم فيه كتير بحس بفقدينه فيه فراغ كتير كبير تركه هو يعني واحد يفقد بيعة بكير كتير بحس بفقدين بحاجة لإله يعني بكتير مراحل من حياتي صح كيف تلقيت الخبر وكيف قدرت تتعايش معه معاني كنت مراهكة إيه اللي إحنا كنا عايشين عم نتعايش معه لأنه كان مريض ودلنا شي ثلاثة سنين عم يعني عم نواكبه بكل لحظة من عذابه بهذا المرض فكنا يعني مستنظرين النهاية لبشها ما إنه كان صدمة مش إنه صدمة إنه لا كنا عارفين إنه بدريجي نهاري يتركنا لأنه كتير تعب فكان في زعل كتير كبير كتير كبير بس الفقدين بعدين حسيته أكتر وأكتر مع الوقت شو أحلى ذكره معه بتتذكرية كتير إشي أكتر شي وقت اللي بيخدنا على علمني يحب الطبيعة كتير ويحب الطبيعة بيتنا علمنا يعني كان يخدنا مثلا بالشتى على الجبل ناخد شلاه بالتلج عنده تقوس معينة يعني عادات نمشي فيها إنه بالصيف نازم ناخد شلاه على البحر بالشتى شلاه على بالتلج نروح نتصيّط سمك نمشي بالطبيعة فهي دول كتير بتذكرون الأول بتتذكري موقف معه؟ موقف معين لا لا ما في موقف هيك معين بعرف إنه كيف كان طريق التعامله معي ما في غنج كتير يعني في وقت لكل شي هلأ وقت إنه عم يشتغل ممنوع حدا يزعجه فبتذكر هيك إشي يعني كان هو نظامي بإشي إذا عندك لقدر اليوم تسألي سؤال على الكاميرا هي أول مراهقة وكل شي هابيتغير تعرف يعني واحد شو بدو يدره شو بدو يتخصص كيف بدنا نكفل حياة بلايه إما ما كانت تشتغل ركزت أكتر على الرسم صارت بيع لوحاتها وتعمل معارض يعني كانت فترة هيكي متل تغير شي كتير كبير بحياتنا فكتير تكلنا على حالنا وهيك وهي كمان ما كانت عم بتعملنا بيغنج كمان يعني كانت أم وبي وكمان كانت متل صديقة لقلنا إنه نحنا لازم هلأ نتساعد لحتى نكفي هالمشوار سوا بدي أنتوا تساعدوني مش بس أنا بدي ساعدكم فخلتنا قبل بوقتنا نحس بالنضج شو قصة الحقلة مع أولاد الضيابة على عيد الأم؟ اي هيدا عيد الأم كل سنة هيكي يعني أولاد الجيران نروح على الحقلة لأنه عيد الأم بيكون بالربيع بتكون بالحقلة مليانة مارغوريت وكوكليكو هيك نقطف كل الحرش يعني يفضل الحرش تخيل يعني يكون في بيقات هالقد هيك بالسلات الكبيرة حتى نهديهم لأمهاتنا أحلى هيدا بتذكروا كتير باليام الطفولة يوم ستماهى الحمد الله بعد معنا فبدي منك إذا فيك توجهه لكمان رسالة يمكن شي سالك زمان بتكتولي لي أول مرة شغلة توجهي لرسالة شو بدي قيلة كتير بحكيها أنا كل يوم يعني منضل عم نتحدث ومنحكي بموضيع كتيري ماشي رسالة بقيلة أنه هي دايماً تكنتقلنا أنه مبسطوا بكل لحظة بحياتكم أنا بقيلة نفس الشي واحد لازم ينبسط بكل لحظة بحياته الديق اللي كتب له ما حدا بيعرف فلازم ننبسط ونكون يعني ممتنين لكل لحظة عايشينا بحياتنا غير هيدا النصيحة شو أحلى نصيحة عاجوك يا أهلك وبعدك تمحافظ عليها لليوم إنه كون جدية بشغلة مخلصة لشغلة بس هيك يعني ما في شيء زيادة إنه أكتر شيء أمي لأنه أمي هي اللي كفت المشوار معنا لقراراتنا لشو بدنا نعمل فكانت تقلي إنه الواحد يشتغل الشيء اللي بينجح فيه وتكوني مخلصة لهيدا الشيء يعني ما تستهوني فيه ما تعمليه هيك يعني العمل اللي بستل شيء شو التجربة يلي قطعت فيها بحياتك وما بتتمنى ترجع تقطع فيها تجربة قطعت فيها بحياتي وما بتتمنى أرجع تقطع فيها الحرب الحروب نحنا عايشنا كل الحروب تقريبا بلبنان دايما بقول تجربة مش تجربة حادثة كارثة انفجار مرفق بيروت هايدي كنت بتمنى ما اشهد علي يعني كتير كتير حسيت عملتنا جرح كبير جواتنا كلنا كلبنانية يعني في جرح كلنا عني ما رح ننساه صح اكيد شو الدرس اللي تعلمتي مؤخرا بحياتك هلا مش من زمان درس تعلمته كتير اشي انو قول اشي اللي بحب قولها ما خب قول كل شي بفكر فيه لو الناس يمكن ما يعجبها هيدا الشي بس كون حقيقية مع حالي ما كذب وهيدا اكتر شي فيما كولي دايما بتقوليها انو بعطي على قد ما باخد في كتير اشخاص عطيتيهم بحياتيك وما عطوك ايه فيه فيه ايه انا كتير بعطي بس مش كل الناس يعني بتكون انو ما بدا ما بتحب ما بيعرفو يعني بحسو حالونا عم مثل يلي واحد بدو قللك كومبليمنت ومش عم بلاقي الكلمات يعني ما بتلومو بكون ما بيقدر يعبر ما بيعرف فلا بس في ناس ايه انا عطيتها وما تبدل بنفس الشي ما انو نكتار بس فيه بصداقاتي بتجاربي بالحياة بشغلي بكتير اشخاص فكرت انو هنا اصحابك بس ما طلع اصحابك خزروك ايه اصحاب المجال اصحاب لا مش بالمجال بحياة الخاصة ليل كمانة بس انو ايه بيخزلوني يعني مش انو ضروري يقزوني بس انو بحس انو ما يعني ما بيعرفوا يديروا الصداقة كلشي بالحياة بدك تعطيه يعني الحب الطرفان دنيعته نفس الشي لا يستمر كلشي بده انك تعطيه وقته شغلك لوحة عم ترسمه كله بده وقته والصداقة بده شغل مثل مثل الزواج مثل ايشي بدك تستثمر فيها وتغزيها يوميا ما في صداقة هيك انو بتشوف فرفيئك كل مرة كل ثلاثة شهر ما انو صاحب هيك ما عرفة بتصير صداقة بدك تغزيها بدك تهتم فيه ويهتم فيك وتعتلهمه ويعتلهمك ويحبك ويحفظ لك سرك كل الشي يعني صح بتزعل على هول اشخاص لا بس ناس هيك يعني عطيتهم كتير هيك من جواتي وما بيدلوني نفس الشي ما بزعل يعني هني هيك ممكن لانو بفتكر انا كمان خياراتي كنت فكرون عميئين طلعوا سطحيين اذا بدك فما كانوا عى نفس الموجة سوي ما كنا عى نفس الموجة بس اخدت وقت لها لما انا بعطي وقت وبستثمر متل ما قلتلك بالشي بس شفت انو لا هني اهتماماتهم غير اهتماماتي تطلعاتهم تصرفاتهم ما بيشبهوني فخلص الحياة بتنظف حالها صح خسرتهم بعض او هني خسروك ما بعرف يعني الخسارة متبادلة اه كثير الاشخاص اللي بيقولولك انو منيح ماجبت اولاد بس ما بتعتبرى انك حرمت حالك من الامومة هيدا الموضوع كتير عم حكيت فيه انا مؤخرا وبيعمل جدلية كتير كبيرة انا بفتكر كل انسان حر بقراراته بخياراته بالدني بجسمه بتفكيره متل ما انت عندك اراءك واشي انا بدي احترم لك او انت كمان بك تحترم لي اياها ويمكن غلطة ما بديولغلطة بس انو حكيت عن الموضوع شوي بفكر مختلف عن فكرنا التقليدي يفهموا غلط بس هذا الشي ما رح غير لي رأيي الأمومة فيني حسها مع أي كائن أي كائن لطيف إذا بدك أمومتي معك بحس أمومتي بالتمثيل مع الشخصيات يلي بمثلها أمهم بحس بأمومتي مع البت يلي بالبيت بحس بأمومتي مع بنت خاية الأمومة هيدا شي بجواتنا بس أنك تعمل فعل الأمومة أنك تجيب ولد هيدا قرار كمان منه هين وأنا بخاف منه وفكرت فيه كثير وحسيت أنه أنا يمكن مني قده يمكن تأخرت عليه إذا بدك هيدا السؤالي اللي كان بدي أسعلك عنه لعبت كثير دور الأم بالمسلسلات عبالك شوية من المطرح الفاضي؟ ليس عبا بس بفشل الخلق يعني بفشل الخلق لأنه نموذج الأم يلي مثلتوا به المسلسلات مختلف فالأم يعني أمك شخصية وحدة هي هيك كاركتيرة أم نفس الشي بس أني ألعب كذا كذا أم بشخصيات بكاركتيرات معينة هيدا أغنين كتير يعني أنا بقدر عم بقدر أكون أكتر كذا نوع أم إذا بدك المنيحة المش منيحة المسؤولة المش مسؤولة المتحررة المش متحررة فعند مروحة كبيرة من الأم هيدا تقدر ألعبها فإيه الحمد الله برمضان لعبت للموت ثلاثة كارما بتأمن بكارما بالحياة؟ ايه بأمل فيها بأمل أنه كل شيء أنت بتزرعه بالحياة بتحسده ايه ما في شيء هيك بيروح هيك على الفاضي لا الأيام تبرم وكل شيء أنت تعبت فيه أسسته مضبوط وحسيت أنه الوقت كان عم يزرمك بمحلم عاليا في عرائيل بترجع إلى الأشياء بتفاجأك الحياة تعطيك كل النتيجة التي كنت تنطرها منها وكل شيء بالعلاقات نفس الشيء بالشغل بكل شيء بالحياة بأمن فيها انه الواحد شو بتضمر لي ممكن يرجع لك ايه وبكل الأوضاع اللي حكيناها بدأ منك تتلع على الكاميرا تبعيك تقولي بون فياج لحضاً لا مين؟ أو لا أشخاص معينين يمكن لا بقولها هيك لأنه بحب بقولها هيك بلا بلا يعني بلا هدف يعني بقولها لأنه الناس بتحب أن تقولها بو فياج شو الجملة يلي مرأة قالت لك إيها وعنجت جرحتيك بس مسلت أنه ما أثرت فيك يعني تعطيت معك أنه ما أثرت صح كأنه ما أثرت معك ما في شي هيك صار معي هلأ أرجعت ذكره هلأد هيك بسرعة شي جرحني ومشيت فيه هيك بلا ماي مش جرح بس أنه في أشياء ما نحنا على السوشيال ميديا كتير في كتير أشياء بتنقال مش حلوة لألنا لأنه نحنا كمان ما منقدر نرضي كل الناس في ناس بتحبنا ونس ما بتحبنا ونس معجب كتير ونس مهووسة فينا ونس ما بطيقنا فيه من كل الأنواع بس أنا بزعل على الأشخاص اللي بقولوا كلمات مش لقيلة لغيري كمان يلي فيها تنمر يلي فيها بيجرحوا الأشخاص فيها هيدا ما حلو يعني حلو نكون راقيين بحكينا نقول رأينا إنه معي جبنة وهيك بفتح معك هديك وبرد عليك وبجاوبك بس لما بتصير بتشتم وبتدعي بالموت مثلا للأشخاص وبالحرق وبالهالأمور هيدا البشعة اللي بواصلين له شكل ما بتأزيني بس بشفق على أشخاص الأشخاص اللي وراها بشوفهم قداش إني سودويين قداش إني تربيتهم منا منيحة بتقلي جيب ولاد مثلا ناك شو فيه تربية ناس كيف عم بيربوا هالولاد بهال وكلهم صغاري اللي بيحكوا هيك أغلبهم أغلبهم صغار يعني تشوف كيف عم بيربوا أولادهم هالناس بها الكلام ما عم بيربون ما عم بيرقبون إنه يقولوا كلام مبشع هيك فيه تعصب وفيه تشنج وفيه مرض وفيه كره كره حرم بتبتشفق عليهم بس مش غيران إنك عاملة تاتو مع شخصتين اه هاي كيف عارفة لا بيعرف فيها هيد الخبرية هلا أنا خبروني إنه مرسوم قرنبيط لا هي وردة بس طلعت بتشبه البتنجانة خبريني قصتها قصتها إيه كنت أحكي مع شخص أجنبي هيك بأيام نور يعني أول طلعت وحبانا نعمل تاتو هيك إنه نفس الشي إنه هيك فعملت التاتو هو عملها زيتا ومع الوقت أنا غيرتها شوي بس صدقا عن جد أنا هلا بطلها فيها أنت ذكرتني إنه ذكرتني إنه هي إلا عليها بشخصين أنا بطلت شوف هيدا الشي نسيت صراحة وباسم بحب التاتوز أصلا وعندي كم تاتو يعني هيك منون كتير أوفر صغار أنا بحب التاتو يعني فمنتقي على الموضوع أول ما تجوزتوا إنت وباسم تبختيلوا سبانخ شو صار؟ لا مش سبانخ بلا كيش كيش على سبانخ يعني كنت أخدت الرسالة جديدة لأصرت بطلة فيها بطلة بس قابل راح فيها شو هدا خابرينها عملت كيش أول ما تجوزت حطيت العجينة بالفرن بس بأزاز يعني بالبيراكس زي ما نعم الدعاية ما بعرف وحطينيها بالفرن بعدينها احترقت يعني ما انتبهت لها حسينا شمينا ريحة حريق السودة يعني بصار فيك قشرة سودة لها عم تحترق باسم على الوهل اللي انطلها هنا شيلة وبدل ما يحطها لأنه إزاز لو يريت كانت علومينيوم أو شي ستينلز أو شي ام حطها على البلاط فقعت يعني على الحرائي مسقع وصخن فقعت ونجرحت إجره وطارت شقفة إزاز وشقت له إجره هايدي أول أول عارض أخده الزواج ايه فهيك ما حسي تيقال شو بدي بهالشغل خلص لا شو أنا أشعل كتير كنت يعني مصدومة وخيفانة ودم عم ينزل وركضنا ومدرشو قال لي ماتع تلهام رفينيها وهيك ورحنا لأنه شيء كتير كبير يعني مش إنه شقفة كبيرة هيك بإجره إجره يعني كذا قطبة فأيه علمنا أنا عرفت أنا باسم ليتلي ما كتير عم بحب طبخاتك ليه؟ بالعكس بعضو بحب طبخاتك كتير أنا بعرف شوية عم بجيمل شوية أنا يخبروني شوية لا ليك باسم ما بحب بيجرح حدا يعني إزا أمه طبخة طبخة مش عايش بيته كتير بيقول طيبة بقلة بطيبة وأمي بقلة زيت الشي وقلة فبتحسوا قاعد بس عم ببيض يعني قاعدة أنا مثلا أنا وأمي أمي طبخة طبخة بيقعد ببيض فيها يعيش فتكي في أمي كتير أنت مبتلا كيف أنا معلك ست سنين بتاكل إيدي كيف إنه بتجي بتقول بيقول لي خلاص ما عم قلني كتير أميك هون ضابطة مع أكتر بزعل لأنه أنا بعرف أوقات أنه أنا أطيبة وهيك ماشي بيقعد بعض مع أمه لباسم نفسها بيصير إلا العيام كلا إلا واردة هيدا بتطبخها أحسن بيصير بيض يعني لا لا هو بيحب أكلنا كلنا وما في شي بيقوله مر تحت دراسه بيأكل كل شي كنت أتوشت في الصف بالمدرسة من زمان خابلينا أو السطف كنا نعمل عامية لتما ندرس خابلينا خابلينا هيك تعطيني شوية أفكار تنعملهم الكامل أفكار لا يعني مثلاً كنت تفوت المسار على الصف تقلنا ليه هيك أنتو صف بنات مفروض كونوا نضاف ومرتبين ومهاففين ليه هيك هالفوضى وال ما أنو نضيف الصف نروح نخضن إحنا الكلمة ونمشي عليها أبداً مثلاً بعد الفرصة نكون إحنا بالفرصة علينا الطاولات وبلشنا نشطف الصبون يعني ما فيه الأستاذة يفوت يعلم شاطف وميه ودلق وسطولة على الأرض بس لحتى نعرق الفلاس يعني كنت تقولولي ما تدعس بعضنا من لطفينه تدعس وخليك شوية برد تنتم رؤون الساعة لا لا كنا نعمل كتير إشياء باتك تتخلق مع الغسالة بالبيت مع الغسالة؟ ما بفهمها ما بفهم لراسة الغسالة؟ ما بفهم لراسة أبداً لها الغسالة باسم هو علمني شغل الغسالة لأنه كنت شي هيك كبسات وزرار ولا شيء ما كتير شاطرة فيهم ولكن تعلمت بالآخر أنه شغلة بسيطة بتحط هاي دول بتحط هاي دي هون وهون وبتكبس الحرارة اللي بدك إياها وبتمشي بعرف إنه لما تسوق كثير بتعزبه كثير كثير بتعزبه وبعرف إنه مرة صار في موقف كثير بيدحك مع شخص عرفك بالسيارة خبريني إذا بتتذكري مع شخص؟ عرفك إنه أنت ورد الخار بالسيارة وصار موقف كثير مضحك ولا نسيت نسيت ما بعرف خبريني صار شي مرة هيك شي هلا أنا بعصب باللسواقة لأنه اللسواقة عنا تعيسة بلبنان يعني بعصب من الجوار عملنا بتكون ماشية منتبه أنت أنه ما في جورة ما في الشي فجأة بتقع بوحدة بتتكسر السيارة يعني فبعصب متل متكلنا يعني متكلنا منعصب من طرقاتنا من سويقاتنا كمان يعني في نحنا أوقات منطلع عن عن شو بقوله عن الراجل فوضى يعني ف صعب صعب أصعب بلد يمكن سويق فيه هو لبنان خبريك أنا شو القصة اللي بعرفة أنه مرة كنت عم تزامري لأشخص أنه يلا مشي يلا مشي تطل من الشباك قاليك هاي ورد عرفيك أنا هيدا يلي خبروني إيها هيدا بتصير كثير يعني بتصير ما بتحس إني يا الله عرفني أنه في أوقات ليك أوقات قد ما بكونوا معصمة ويطلع من حالي ما بتفرق معي يعني أوقات مثلا بعيت وكذا بأسم مثلا بيقلي ورد وقدروا شو كذا أنه معقول يعني اللي متي قاليه آخر همي لو شو ما كان شو وطلعت من تيب مش معقول ف لا أوقات بنسح حالي لا إنسان عصب لكل الناس هلا كلنا بنعرف أنه بالميرسدس في نوع اسمه SLK بس أنت عملت نوع داني ايه WLK هيدا السيارة ميرسدس كانت طالعة جديد واسمها SLK امت أنا؟ زكاية اشتغل قالت ليه ما بشي لسي وحد W W يعني ورد الخال ايه وقتا زمتت؟ زمتت في ناس لا لا بذكروني ما كان معك WLK ايه مصبوط اليوم إذا عم تجد بكتاب ورد الخال قصة حياتك شو بتكون آخر كلمة أو آخر جملة ايه شكرا شكرا لالله شكرا لالله شكرا لالله شكرا لنحنا دايما نطلب من الله من صلي الصلاة صارت مقرونة بالطلبات فأنا دايماً وقت بروح مثلاً صلي أو على الكنيسة أو شيء أو وقت بصلي أنا بينه وبين حالي بقول ضغري للعذرة أو ليسوع بقول إنه ما بدي أنا ما بدي أطلب منكم شيء أنا بس بدي أشكركم نحن مننسى نشكر يعني نازم نقول تانكيو على الأشياء ومعلي إذا هلأ أنت الشغلة يا ربي ما بدي أكيني هلأ أحصل عليها أو تصير معي ما علي بعرف إنه أنت لأنه عندك حكمتك أنت بتفكر أنت اللي بتقرر فأنا بشكرك على كل شيء نحن مننسى نشكر نطلب منطلب بس إيه كلمة شكراً بحبها في شي غلطة عملتها بحياتك بس ترجع بتعديها ما بتندمي عليها غلطة عملتها بحياتي أو فكرتها غلطة وتلعت كلياً غير شيء تلعت كتير بوزيتف لأيليك الزواج لأنه كنت خاف من الزواج كتير وما كنت بدأ تجوز وباسم نفس الشيء بقول لي يا ريت جوزت قبل بس باسم بيقلي لو جوزت قبل ما بكون أنا صح هياً بدأ أسألك فما بنندمع شيء كل شيء بوقته هيك مرسوم رح تخلص الحلقة بس بدي منيك قبل تقول لي لو هيك تواجه له رسالة صغيرة لباسم شو بتقول لي لو؟ شو بدي قل له لباسم باسم رفيقي باسم صديقي نحن منعيط لبعض يعني هو بسميني رفيقه وأنا بسميه رفيقتي لهالدرجة نحن يعني بمزح مر أصحاب يعني لأنه أنا بقل له مثلا ما عندي كتير أشخاص ما عندي رفيقة كتير قريبة قريبة هالقد فمشي نيك بقل له أنت رفيقتي وهو نفس الشي فمشي نيك بقل له إن شاء الله إن شاء الله نضل هيك على طول نختير سوا ونعمل إشي حلوة بعد بحياتنا إذا الله عطانا عمر وإن شاء الله أنت تحقق كل شيء بتحب تعمله إن شاء الله بدأ أسألك قبل تعرفي درايكي درايكي هني بيعملوا تشيبس أصمعين من مايس ايه وهنا لون كالوريز وما فيهم كتير كالوريز وغلوتن فري وطبيعيين واللبنانية مية بالمية ايه بس أبل بدايسة ليك بيانتنا حبيت الحلقة بيانتنا حبيتك أنت حبيت أسألتك وبيانتنا ياريت ما خلصت هالحلقة شكرا لك شكرا لك ريان كتير شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك